في إطار تغطيتنا المتواصلة للحملة الانتخابية علمة تلفزيون النهار من مصادر موثوقة أن محمد الأمين ميسعيد مدير الحملة الانتخابية للمترشح ليا رئيسية عبد المجيد تبون قد نقل على جناحي السرعة إلى عيادة خاصة مساء أمس بالعاصمة وحسب مصادر النهار فإن ميسعيد أصيب بوعكة صحية ما استدعى نقله للمستشفى يذكر أن مساعد مشاهدين قد خلف قبل أيام عبد الله بعد على رأس مديرية حملة المترشح للرئاسيات عبد المجيد تبون